نظمت وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام بمقر أكاديمية الشرطة لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط بل استهدفت معها بناء الإنسان الاهتمام بالأطفال والنشط إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرك وتفعيلا للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية أقامت الوزارة الملتاقة الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب لما بلدنا تدتنا الحب بنوا علشان نوافوا الوقت أجيال طلع في مصر جديدة بدحكة جميلة ترق القلب لما نشوف قط الحال فيك يحمو يبكر يومين وليك يا مصر رد وردين لك لي بلد ما تبقى بدرة جميلة وحالة نشكر السيد الرائد السيس احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد كان نفسي اخش كل شرطة اتدرب تدريب الزباط برضو المعسكرات دي تبديك امل ان انت تقدر تحقق هذا انت بتعيش زيك زي الزباط وانت تقدر لما تقبل لو انت حلمك كده تقدر تتحققه البرنامج الذي اعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضية وثقافية وتوعوية وفنية بما يهدف الى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء يهي الجديد وشمس جديده وراية رف رف جوه وقلوبنا وفي ده النصر بكر انضحي على شم مصر ونوفي جميل لطول العمر هاجيل طلع في مصر جديد بتقول دايماً تحيا مصر استفدت ان انا اصحى في معاد انا من في معاد اقل في معاد وبنتعلم كمان الرياضة هنا ان انا اصحى منهم اعمل رياضة ما كنتش احنا من اجي مكان زي كده ومكان صراحة جميل قوي هنا وياريت اتكرار الزيارة دي هنا كتير كلنا واحد خليتني ازور المكان دوت وغيرت فكريتي انا اصلا ما كنتش متخيان انا ممكن اجي المكان ده اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها والنبلدن حلوة النهاردة كان هو مبارح كان احلى يوم في حياتي شكراً اللي هو يعني خلينا بيدينا الجيل جديد اللي هو بيدينا امان الحاجة اللي حنوص الله الرحلة كانت جميلة جداً بس وعملنا حاجات كتير فيها وامبساطنا من مبارح لعدل انا امبساطنا مبساط جميل قوي وياريت السيد الرئيسة عبدالفتاح السيسي جبنا تاني واحنا معاه في اي حاجة هو ممكن يعمل لما تشوف فضل حال فيه يا حبو يبكل يومي يومي وليك يا مصر يومي 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 انا اسمع مين في الحياة اي حد اسمعه اه اي حد اسمعه اي كلام اسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله لكن اني اسدقه دي بتاعتي انا بقى اسمع كلامه الاخر واعرفه وعايزي وبعدها شوف انا هعمل ايه اذا كنت هصدقه وامش وراه اما مش هصدقه وانا عرفته وكده عايزي من ايه وابد عن الشخص ده انا لازم احيي يوسف تعالى يوسف انت عندك كم سنة الحياة بتفتح لك ايديها ابتدت بفرصة انك تتنقل من عشوائيات الى اماكن ادمية الدولة ادركت ان ده دورها وبتوفرها لك اللي تتنقل لحياتك انت الاطفال دول الحقيقة النهاردة بيتقلوهم جملة واحدة انت اللي بايدك تبني مستقبلك احنا ادينا لك الفرصة انت هتعمل بيها ايه فكرة عبقرية فكرة رائعة بتأكد على اهمية بناء البني ادم جنب بناء الدولة والتنمية المستدامة انت من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري وفيه علم وفيه تفكير وفيه كهذا بس ازاي انا من جواي اتغير في المكان ده اهم حاجة تخلينا اتغير في المكان ده ان انا حافظ عليه وعشان اقدر احافظ على المكان الجميل اللي انا كان نفسي عيش فيه وحس بحياة جميلة فيه ان انا اكون حاسس بقيمة المكان ده وان انا كون متأكد ان المكان ده كمان عشر سنين هيبقى احسن اما انا كبروا اكتر واكتر تخيل حضارك بنتكلم مع الشباب عن الاحلام حلمك ايه ايه اللي انت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده ايه اللي انت نفسك تعمله في حياتك او لوسيتك او لبلدك احنا جاينا النهاردة نعمل حالة من حالات التعايش الفكلي حالة من حالات التعايش مع افكارهم وحياتهم وامنيهم هنقدر اول اكيد نوجيههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حقيقة احلاقهم دول ولكن لازم الاول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم ان اهم ظهر سند ليهم هنكون احنا عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول وهم يعني وصقين ان البلد بكل اجهزتها بتدعمهم وفي ختام البرنامج نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة واسرهم اشتركوا في القناة 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 كما تم تكريم المتميزين فنيا ورياضيا وتعليميا من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين وشهدت توزيع هدايا عليهم اشتركوا في القناة 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 حتى لو ما كانش ده رأينا نحترم بعد إزاي نبقى أدي المسئولية عشان وطننا وأهلنا يقدر يعتمدوا علينا بنوقاتكم بنوقاتك يا سيادة الرئيس إننا هنبقى بجد جيل جديد هنبقى بجد جيل جديد هنبقى بجد جيل جديد جيل جديد وشمس جديد وراية رف رف جوة لقوبنا وفينا نصر بكرا نضحي على شم مصر ويموفي جميلة طول العام أجيل طلع المصر جديد بتقول دايما تحيا مصر لما تشوف أبطل حنفين يحموا يبنوا اليوم كتير وليك يا وصيروا بتونين لك لبلدنا ما يبقى لما تشوف أبطل حنفين يحموا يبنوا اليوم كتير وليك يا وصيروا بتونين لك لبلدنا ما يبقى لما تشوف أبطل حنفين يحموا يبنوا اليوم كتير وليك يا وصيروا بتونين لك لبلدنا ما يبقى لما تشوف أبطل حنفين يحموا يبنوا اليوم كتير وليك يا وصيروا بتونين لك لبلدنا ما يبقى وليك يا وصيروا للشوف أبيачاني ترجمة نانسي قنقر رمك ياgun